بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابة لوحدة السابعة قياس الأداء في المحاضرات السابقة تكلمنا عن قياس الأداء في مراكز التكلفة وفي مراكز الربحية والآن رقم 3 هنأخذ قياس الأداء في مراكز الاستثمار Investment Centers مفهوم مركز الاستثمار هو دائرة نشاط يحاسب مديرها عن العائد على ما تم استثماره بها من موارد وذلك انطلاقا من عدم كفاية صعف الربح في تقييم أداء الأقسام لأنه يتجاهل قيمة الأصول المستثمرة بها قياس الأداء لمركز الاستثمار يتم إزاي يعتمد قياس أداء مركز الاستثمار على أنه برضو منشأة مستقلة زي مركز الربحية هدفها تحقيق الربح بس بيزيد بقى عن مركز الربحية في إيه بقى وتعظيم الاستثمارات الموجودة داخل المركز ويعتمد قياس أداء مركز الاستثمار على حكتين العائد على الاستثمار اللي لو بصافي بساوي صاف الربح طبعا كلمة صاف الربح أو صافي الدخل الاتنين بمعنى واحد كلمة صاف الربح أو صافي الدخل على رأس المال المستثمر وده كل ده يندرب في 100 عشان يحولها نسبة مقوية العائد ده نسبة الطريقة التانية الدخل المتبقي اللي لو بساوي صافي الربح الفعلي أو صافي الدخل ناقص نفتح قوس رأس المال المستثمر مضروب في معدل العائد المطلوب على رأس المال المستثمر يبقى نبقي قيس أداء مركز الاستثمار عن طريق إيه؟ إما العائد على الاستثمار أو الدخل المتبقي طبعا نشوف كده سؤال أحد الأساليب التالية تستخدم لتقييم الأداء الإداري بمركز الاستثمار نسألين حالا مركز الاستثمار يقاس الأداء فيه إزاي؟ إما عن طريقة العائد على الاستثمار دي طريقة أو طريقة الدخل المتبقي نشوف من اللي موجودة في دولة في الاختيارات هل العائد على الاستثمار؟ نسبة صافي الربح أكيد العائد على الاستثمار الإجابة الصحيحة ألف وتتمثل المشكلة هنا في مفهوم رأس المال المستثمر مفهومه الذي قد يكون إجمالي الأصول دون أخذ المخصصات كالإهلاك في الاعتبار صافي الأصول بعد استبعاد المخصصات صافي الأصول المستخدمة بعد استبعاد غير المستخدم منها حقوق المساهمين اللي هي رأس المال والفائد المحتجز والاحتياطيات أسس أخرى مثل رأس المال العامل والقيمة السقية للأصول طبعا رأس المال العامل اللي هو نفتكر كده مع بعض خذنا مرة علينا قبل كده في السنوات السابقة اللي هي الأصول المتدولة ناقص الخصوم المتدولة شكرا 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 شكرا